القاعدة الثالثة بعض الناس يقول الشرك فقط في عبادة الاصنام الغ mammal يقول الشرك فقط في عبادة الاصنام عبادة الأنبياء والرسل feign manners عبادة الصالح salih أحيان الأحجار هذه ليست من أحيان سبحان الله أدل كثير من الكتاب والسنة في أن الله سبحانه وتعالى كفر من عبد الملايكة كفر من عبد الأنبياء والرسل كفر من عبد الصالحين كفر من عبد الشمس والقمر الأحجار والأشجار لم يفرق الله سبحانه وتعالى بين الشرك بنا كيف تأبد مخلوق و تترك عبادة الخالق سبحانه وتعالى نعم والله النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يعبد من دون الله نعم فلابد أن نعرف أن الشرك ليس محصورا في عبادة الأصنان بل الله سبحانه وتعالى قال وعبد الله أي وحد الله و لا تعجبت له شيئا außerنا الذي يدد أن يعرف أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد نبي و عبادة الناس من دون الله نبي و عبادة تحرره حيث اعداد الله عليه وسلم لا تكمل نعم والله الله